للمزيد من المتابعة معنا من ميناء أبو سنبل مرسل التلفزيون المصرية باسم أبو العنين باسم ما ضعني في صورة الوافدين من الأراضي السودانية إلى مصر مساء الخير عليكم هنا من أمام ميناء أبو سنبل النهرية ما زال الميناء يستقبل الوافدين من السودان الشقيق الهاربين من نير الأحداث المستمرة والمستعرة هناك منزلت مصر تستقبل الوافدين ومرحبة بهم ومفتحة لهم الأبواب على الرحب والسعى في أي وقت يأتون إلى مصر وفي هذا الخصوص تقوم الدولة المصرية تبذل جهودا دعوبة لإحتواء جميع الوافدين إلى مصر من الأشقاء في السودان ومن جنسيات أخرى ولكن الأشقاء في السودان طبعا هم العدد والأكثر في الوفود إلى جمهورية مصر العربية عبر معبريها البريين قسطل وأرقين وفي هذا الخصوص أيضا فقد صرح سيادة الشفعطية محافظة أسوان بأنه بالتنسيق مع السيدة دكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة المصري فإنه قد تم التنسيق على الدفع بلنش للإنقاذ النهري لنش طبي سريع هذا لنش قدرته الاستعابية أربع حالات يستطيع التعامل معها في أي وقت نتيجة حدوث أي حادث نهري لقدر الله يستطيع التعامل مع أربع حالات بشكل مستمر حتى نقلهم إلى المستشفيات المعنية في حالة وقوع أي حادث نهري هذا اللنش السريع مجهز بكافة التجهيزات الطبية التي تؤهله إلى التعامل المباشر مع أي حالات أو حوادث نهرية محتملة أيضا أشار السيد المحافظ إلى أنه بالتنسيق أيضا مع وزارة الصحة فقد تم زيادة الأسطول سيارات الإسعاف في المحافظة إلى نحو 107 سيارات للإسعاف وبذلك فإن هذا الأمر يصب في مصلحة المواطنين بصفة عامة في محافظة أسوان وأيضا يستطيع التعامل مع أي طوارق طبية قد تحدث نتيجة توافد المواطنين من دولة السودان نعم أشكرك إذن هي جهود حسيسة لأسلطات المصرية في تسهيل دخول الوافدين من الأراضي السودانية إلى مصر باسم أبو العنين من ميناء أبو سنبل كنت معي عبر الهاتف أشكرك